ومن بيروت ينضم لنا أستاذ القانون الدولي دكتور بول مرقص دكتور بول أهلا بك معناها على شاجة الغد يعني اتفاقيات جونيف تضمن لأي أسير حرب أن يتم تتم معاملته بشكل جيد له الحق في الأكل وأيضا في باقي الحقوق الأخرى التي لدى أي سجين آخر طيب هنا دكتور بول إسرائيل اختلقت كل هذه القوانين الدولية اختلقت اتفاقيات جونيف المعنية بالأسرة ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة؟ سمعنا قبل قليل جهادات صادمة لمن حرروا من الاحتلال الإسرائيلي في غزة بالفعل ما ذكرته تحديدا هو اتفاقية جونيف الثالثة بنوع خاص وهي صادرة سنة 1949 وللعلم خلافا لما يشاع فإن إسرائيل قد أبرمت هذه الاتفاقية سنة 1951 نعم لم تلتزم بالفروتوكولات الإضافية الملحقة باتفاقية جونيف الأربع لكنها التزمت بعدد من أحكام جونيف الاتفاقية الأساسية تحديدا ومنها الاتفاقية الثالثة التي أشرت فيها إلى حماية الأسرة وهي تختص بحماية الأسرة إذن إسرائيل في خرق واضح لالتزاماتها هي الدولية قبل أي شيء قبل أن تكون التزامات إنسانية والتزامات أجمعت عليها البشرية جمعة لأنك كما تعرفين حتى الدول التي لا تنضم إلى هذه الاتفاقيات تكون ملزمة بها كقانون دولي عرفي إذن هناك خروق واضحة هذه الخروق على أساسها متى جرى توثيقها ويجري توثيقها يوميا على شاشتكم الكريمة الغد وبالتالي فإن هذا التوثيق هو جزء أساسي من أي إحالة إلى المحاكم الجنائية الدولية سواء كانت المحكمة الدائمة المنشأة بمقتضى نظام روما لعام 1996 أو محكمة خاصة كما جرى بالنسبة لكمبوديا بسنوات السبعين كما جرى في غسلافيا السابقة من 1993 حتى 2010 وهنا أذكر أنه في العام 2016 بالفعل اعتقل وأدين ميلوزوفيتش تحديدا كارزيتش أيضا بهذه المحاكمة التي جرت آنذاك وصولا أيضا إلى محاكم أخرى لن أستغرق في تعدادها يعني منها رواندا عام 1994 وكلها للعلم هي تختص بالإبادة الجماعية الإبادة الجماعية التي تنظر بها اليوم محكمة العدل الدولية حيث انضمت مصر تحديدا في هذا النهار إلى دعوة جنوب أفريقيا طيب مصر تحديدا انضمت فعلا إلى جنوب أفريقيا فيما يخص هذه الدعوة للإبادة الجماعية في غزة ولكن هنا إذا أردنا الحديث عن مصر دكتور بول مصر هنا هل وضعها يختلف عن باقي الدول التي انضمت إلى جنوب أفريقيا لأن مصر هنا لديها ربما وضعين وضع أنها دولة شاهدة على ما حدث لأن بها المنفذ الوحيد في غزة إلى مصر وأيضا هي الوسيط للمفاوضات الجارية بين الفلسطينيين وبين الإسرائيلي فبالتالي هل سيكون وضع مصر هنا مختلف في محكمة العدل الدولية هذا سؤال مهم وضع مصر نعم مختلف لكن ليس مختلفا بسبب أن مصر حاولت الوساطة وليس لأنها فقط على تخوم معبر رفح ربما تحركت من أجل ذلك ضمن الأسباب التي دفعتها إلى التحرك لكن على الصعيد القانوني المحط فإن أي دولة عضو في الأمم المتحدة تستطيع أن تنضم كثيرت بارتي انترفينر إلى الالتماس القضائي الذي سبق أن تقدمت به جنوب أفريقيا وهذا يزيد ويضاعف ما يسمى معنويات الدعوة أي معنويات الملف يعني يكفي أن يكون هناك دولة واحدة فكيف بالحري إذا كانت دولة حدودها مع إسرائيل مع فلسطين وهي ناشطة في الملف تعنى بالوساطة والمفاوضات وثم تقتحام للمعبر الذي يصل بينها وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا هو معبر رفح فابتالي هذا على الصعيد المبدئي والمعنوي مهم جدا لكن كان يكفي فقط دولة واحدة هي جنوب أفريقيا أن تتقدم بهذا الالتماس القضائي لكن وجود هذه الدول التي تدعم على شكل التدخل دول ثالثة يزيد من معنويات الملف تحديدا ومن حظوظ هذه الدعوة قرار المحكمة هنا هل سيصدر عن محكمة قرار ربما يحمل فقط قيمة أدبية هنا دكتور بول يشكل إدانة قانونية دولية لإسرائيل أم أنت تعرف أنه أي إجراءات تدبيرية من محكمة العدل الدولية يجب أن تمر من مجلس الأمن وهنا عندما تحدث عن مجلس الأمن هو الآلية التنفيذية الأممية التي لطالما أعاقتها الولايات المتحدة بالفيدو يجب أن نفرق بين أمرين القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية وهي التي تحاكم دولا وليس أفراد مثال المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي ذكرتها سابقا إذن هذه القرارات ملزمة بطبيعتها للدول الدول عادة بما أعرفه من خبرة وقراءات وتجارب مقارنة لا تنتظر إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي لإكراهها لإجبارها على التنفيذ إنما هي تمتثل تلقائيا لهذا القرار يعني تصوري معي أن المحكمة قد حكمت على ألمانيا لنفترض بأنها يجب أن تمتنع عن تزويد الأسلحة إلى إسرائيل هذا لم يحصل منذ أسابيع لكن لو حصل لكانت ألمانيا كدولة فعلا تمتثل للقانون الدولي وأحكام المحكمة هي جزء من قانون الدولي وهي تأبه لسمعتها الدولية لكانت فعلا امتثلت لقرار المحكمة إذن هو من باب الاستثناء أن نذهب إلى مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع كي نجبر دولة على التنفيذ نعم كانت هناك مخاوف في الداخل الإسرائيلي تحديدا لدى القيادة السياسية والعسكرية من صدور قرارات من المحكمة بتوجيه تهم إلى كل من بنيمين نيتنياهو ويواف جلانت وهارت سيها ليفي فبالتالي هنا دكتور بول إذا كانت إسرائيل كدولة لا تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني ولا أي اتفاق من الاتفاقية حتى التي وقعت عليها هنا فلماذا هذه المخاوف الداخل الإسرائيلي من توجيتها مماثلة إلى القادة هناك؟ ذلك يعود ليس التزاما من إسرائيل بتطبيق هذه المذكرات إذا صدرت طبعا لا لكن ينطلق هذا الخوف وهذه الخشية التي أيضا تبدت إذا كنت تذكورين منذ نحو 25 عاما يعني عندما أريد أيضا اتهام ريال شارون رئيس وزراء السابق من قبل القضاء البلجيكي وأيضا منذ بضعة شهور منذ نحو أربعة شهور عندما أيضا أريد ملاحقات الرئيس الإسرائيلي في دافوس إذن لماذا تخشى إسرائيل ذلك؟ ليس امتثالا لقرارات المحكمة ومذكراتها طبعا لا إنما لأن صدور مثل هذه المذكرات من شأنها أن تقيد تنقل المسؤولين الإسرائيليين في الدول نعم التي هي انضمت إلى نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عام 96 والتي فاقت 134 دولة يعني هي تقارب 134 دولة من المفترض أن تمتثل هذه الدول وأن توقف هؤلاء الأشخاص طبعا هذا أمر صعب محفوف بالتحديات لكنه أقله على المستوى المبدئي هو أمر ممكن وهو يقلق ويزعج المسؤولين الإسرائيليين بطبيعة الحال ويريدون استباقيا عدم صدور هكذا مذكرات كي لا يعني تقيد تحركاتهم وتنقلاتهم في هذه الدول حدث هذا تحديدا مع زعماء سابقين من بينهم رئيس الليبيا الراحل أيضا بوتين بوتين حتى الآن يعني ونرى أيضا أن بوتين لا يقوم بتحركات والرئيس السوداني السابق عمر بشير صحيح تحديدا فبالتالي هنا هل فعلا إن قامت المحكمة بإصدار قرارات أو مماثلة أو أحكام مماثلة هل هدف فعلا سيقيد سفر هؤلاء الزعماء ويمكن تسليمهم ويمكن الانتربول التدخل أو هذه الدول تسليمهم فعلا إلى المحكمة أستصعب ذلك يعني أستبعد ذلك لكن هذا محتمل مرتقب على الأقل بالنسبة لعدد من الدول التي أبرمت نظام روما يعني يجب أن يكون موقفها منسجما مع ذاتها إما أن تمتثل لما أبرمته من مواثيق دولية عالمية والدول عادة التي تحترم تواقيحها تمتثل لما تلتزم به وإما أن تخرج من نظام روما يعني بين 134 دولة أعتقد أن ثمة دول على الأقل عدد منها متعاطف مع القضية الفلسطينية وهو يأبى استمرار هذه الحرب وبالتالي نعم ممكن أن يمتثل لمذكرات المحكمة إذا صدرت طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر